خليني أخذ من حضرتك كمان على إجراءات الانتخابية أنا شايفة أن في الهيئة العليا للانتخابات كانت عاملة مؤتمر صحفي مع لجان عن زوء الاحتياجات الخاصة وتيسير الانتخابات اليوم حضرتك ممكن تقول لنا إيه الإجراءات والله حضرتك ده حاجة بردو جديدة علينا في مصر يعني إحنا شفنا الاهتمام بزوء الاحتياجات الخاصة من السيسي عمل معهم إيه وعملنا قانون زوء الإعاقة وصلنا النهاردة أنه هو حقه في الانتخاب طب الهيئة الوطنية برضو مش بس كده الهيئة الوطنية أول مرة نشوف وشفناها في المصرين في الخارج ورقة الانتخاب بطريقة براية لإخواتنا المكفوفين لأول مرة يبقى فيه لفتات توضحية لإخواتنا برضو عقد السمع فيه علامات إرشادية فيه تسهيل لكبار السن ده حاجات دي الأول مرة تحصل ده وزير الداخلية النهاردة يعني مبارح في بيانه قال طبعا وده نشوفه بكل انتخابات حقيقة لا وكان فيه مبارح ووزير الداخلية طبعا كان مجتمع اجتماع كبير جدا بالفيديو كونفرنس مع جميع مديري الأمن تطرقنا للباية 27 محافظة وكان مجتمع مع المساعدين لتأمين الانتخابات وكمان كوصان حديكو طيبين طبعا عياد الميلاد احنا في موسم عياد برضو والنهاردة الداخلية تحركت حديك برضو عرضتوا التقرير النهاردة الداخلية كل لها كل 15 ألف قاضي ذهبوا لليجانهم وتم الاستلام أوراقهم منهم اللي راح بالطيران لأنهم على الحدود ومنهم اللي راح للصعيد وإبلي الحقيقة التسهيل كمان فيه مناطق حدودية ناية اللي هي خاصة بقطاع البترول وصلوهم بالطيران لا ده اتعامل لليجان هناك وده راح دي الأول مرة للسنادي دي أنا أول مرة اه المناطق الناية راح سندوق فيه مثلا في مطروح منطقة برضو بتاعت بترول راح لها صندوق الانتخابات الانتخابات توجب وطني زي ما حدت كنت قلتي برضو ويه واجب حق دستوري المادة 87 من الدستور الفقرة الأولى بتقول إن من حق أي حد يترشح وينتخب ويشارك في الاستفتاءات فلابد كلنا ننزل نشارك ده حقك انزل روح انت هتقول هما كده كده يعني فيه كلمة حضرتك اللي هي السم في العسل بقى كده كده ناجح هنروح لإيه لأ ونصوتي اللي هيفرق يعني أنا اللي هفرق ده كلام سلبي ده هدف ده كلام يعني ده السم في العسل زي ما يقوله حضرتك لابد إن احنا يعني ما نسمعش الكلام ده انزل روح وبعدين تيجي في الآخر تقول ايه ما هم ما اختروه ما روح طيب روح قول رأيك روح حتى لو فيه سين هينجح يبقى رقم اتنين نجح برضو وفيه حاجة تاني يمكن سؤال أحمد فكرة الاعتماد أنا هتعتمد ان انت هتروح وانا صوتي مش مهمة وحد ديك اعتمد وممكن هتنين ما نروحش وكده أنا بضر ببلدي من غير مقصو حتى لو أنا نيتي خير بس أنا بضر ببلدي احنا عاوزين نوري للعالم منظر لازم العالم يشوف كله بالشعب حقيقي أنا فكرة العالم دي بعد اللي حاصل فترة أخيرة دي ما بقاش يعنيني كتير لكن كل اللي همني فكرة المصداقية المصرية فكرة حقوق بلدي علي فكرة العالم هي مش منظر مش هتمنظر بطبور ونتمنظر بالحرية وطوابير الديمقراطية كلام اللي قلنا قبل جده لأ النهاردة الموضوع العالم يشوف أن مشاعب المصر كله على أقل رجل الواحد ده نازلين يختار وقيس ده المهم دلوقتي ده حقيقي ده الهدف خلينا أسأل حضرتك على فكرة إن أنا وأنا رايحة أدلي بصوتي تمام إيه اللي أنا أخذه معايا بتقدي حضرتك بتاقت الرقم القومي لو منتهية هيحق القاضي هيخليك تسواتي البصبور من خلال الرقم القومي في البصبور بالنسبة برضو لي إخواتنا المختاربين الوافدين تم تحديد جليجان بجميع المحافظات للوافدين يعني حضرتك من محافظة دوميات وموجودة النهاردة بالصدفة من حقك تخش تسواتي فده شيء برضو ده شيء مهم للتيسير على الهم على الأخذ الأخذ إيه المخالفات اللي ممكن أعملها من غير مقصود أو من غير ما بقى مدرك إنها مخالفة وتعرضني للمسؤولية القانونية سيد أحمد والله طبعا يعني في أول حاجة طبعا موضوع التصويت عشان تصوتي بقى سليم بتعلم على اسم واحد من الأربع أسامي اللي موجودين طبعا المخالفات الدعاية قريب من الليجان ده طبعا ممنوع ده فيه مسألة برضو إصارة الشغب أمام الليجان أو داخل الليجان التعامل بشكل غير لائق مع المندوبين اللي موجودين أو السادة الأوضاء وده بالحضرتك والمفترض إن كل الشعب المصري شاف المرشحين على الشاشات تلفزيون لأول مرة حضرتك برضو بنشوف إن المرشحين تميت ساعة لكل المرشحين طبعا كان حاجة أول مرة نشوفها يعني بنشكر برضو الشركة المنتحدة بصراحة اللي هي عمليته برضو كل الكنوات تلفزيون المصري وأكيد حضراتكم اشتغلتوا على ده برضو كله طلع على الشاشة محدش قال ده لا ما تطلعش ده أو تدخل ده كله كان ليه جميع الأجهزة للإعلام وقفت على مسافة واحدة القصص كرام جبر في الهيئة الوطنية الإعلام كان برضو ليه يد في هذا الموضوع من أول ما كنت بتكلم كنت بقول مصر بلد كبيرة ولما يبقى عندي أربع مرشحين ده يا دوب ده نحن ممكن يبقى عندي أربعين مرشح يمثلوا مصر العظيمة دي لأن مصر ولادة لا تقف على شخص أو أربعة أو ستة أو عشرة لأن أنا فكرة أنا بقى عندي التعددية في المرشحين ده شيء يسري مصرياتي ويسري تاريخي بالعكس يعني مش لا إحنا شفنا حاجات بالصراحة أنا أقوم مرة أشوفها يعني إحنا شفنا كل المرشحين تلقوا على الهوى في كل القنوات تباعت المؤتمرات بالنسبة لك المؤتمرات دي أنا شفت حظيك بقى يعني تحركات في الشارع في زخم في الشارع بقى لنا حوالي دلوقتي شوفي شهرين مؤتمرات حاجدة لجميع المرشحين المرشح الرئاسي عفتاح السيسي الحملة بتاعته قامت بعدد من المؤتمرات الضخمة جدا عن مستوى المحافظات في أحزاب أعلان التأييدة طبعا للمرشحين عندنا حزب مستقبل وطن حزب حمات وطن شفت مؤتمرات تتعدل للناس اللي حاضرين فيها عشرين ألف وثلاثين ألف واربعين ألف برضو المرشحين الآخرين كان الدكتور عبدالساند يماما وغيرهم والأستاذ فريد زهران عمر حزم عمر والأستاذ حزم عمر برضو مؤتمرات في مستوى الجمهورية بأعداد مهولة الناس حضرت بصراحة فده شيء يوشر وإن شاء الله احنا المشاهد اللي شفناها في المؤتمرات دي هنشوفها قدام السنة دي بإذن الله إن شاء الله